ناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندا موضوع الأودية المؤثرة على شارع خصب الخالدية بولاية خصب وتأثيرها على تنقل الأفراد من وإلى مركز المدينة ومخاطبة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسة عمل جسور وعبرات على الشارع العام كما نقش المجلس إقامة مخططات لحظائر الحيوانات بولايات المحافظة واختيار مواقع مقترحة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ليتم تخصيصها كحظائر واستعرض المجلس طلب تكملة طريق النخيل بولاية مدحى وعمل عبارات صندوقية في بعض الأماكن بالولاية ترأس الاجتماع معالي سيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم رئيس المجلس